There's nothing like the note دي أفضل جملة أبدأ بيها اللي انتهت في المؤتمر مفيش شيء زي النوت ولأن دايماً تليفونات الفلاكشيب ما بيبقاش لها مراجعة كاملة وإنما تسليط الضوء على مجموعة من النقاط اللي موجودة في تليفون ده في المراجعات اللي فاتت لأجهزة سامسونج كنت في نهاية كل فيديو بقول بس لو سامسونج تعدل واحد اتنين تلاتة لكن المرة دي مفيش شيء حطلب تعديله علشان كده حركز على أربع حاجات بس مش أنا اللي حتكلم عنهم كلهم سلطان الجحطاني حيتكلم على الألم فيصل السيف حيتكلم على ديكس عمر شريف حيتكلم على الكاميرا واسيبوا لنا الكلام على البطارية السلام عليكم أخوكم سلطان الجحطاني أحياكم الله في قناة أبو عمر وأشكر أبو عمر على هذه الاستضافة وهذه الجزية بتخصص فيها بشكل كبير جدا عن الاسبن للنوت 9 الاسبن ما له أي منافس نهائيا مقارنة بعدد من المنافسين هو مجال سامسونج وهو المجال اللي دائما تبدأ فيه بشكل كبير الحساسية الضغط 4096 قادرة على أعطائك الاستجابة القريبة جدا من استخدامك للقلم العادي لكن الشيء الكبير وشيء اللي يميز الاسبن للنوت 9 مقارنة بالنوت 8 أضافه تقنية البلوتوث ومن هنا تقدر تروح إلى قائمة الأدات إلى الاسبن ريموت وتبرمج كل تطبيق كل وظيفة مثلا لما تكون في اليوتيوب ضغطة مطولة راح حولك إلى تطبيق الكاميرا بشكل سريع واللي تقدر تبرمجها إلى أي وظيفة أخرى لكن لما تكون في اليوتيوب وتضغط ضغطة واحدة إيقاف مؤقت أو ضغطتين بشكل سريع جدا ينتقل إلى المقطع التالي وهذا الشيء راح يكون موجود في الستيديو الانتقال إلى الصورة التالية أو في مسألة الفيديو نفس الحركات مع اليوتيوب لما تكون في متصفح الكروم على سبيل المثال تبغى يرجع إلى الموقع السابق أو تتنقل من مثلا الصفحة الأعلى إلى الصفحة أو آخر الصفحة مثلا إذا كنت في سناب شات وحاب تستخدم سناب شات بدون ما تلمس شاشة الهاتف محمول فهذا أيضا ممكن تسويه وممكن تسوي هذا الشيء أيضا مع تطبيق الكاميرا وانت مثلا تبغى تنقل ما بين الكاميرا أمامية إلى الكاميرا الخلفية وهذا الشيء ممكن يفيد لما تاخد صورة أو سيلفي مع عدد من الأشخاص ومو قادر توصل إلى الزر الخاص بتطبيق الكاميرا لإرتقاط الصورة على سبيل المثال فهذا راح يكون جدا مفيد البلوتوث هنا يستخدم الـ LE وهو عبارة عن أقل مقدار ممكن من استهلاك البطارية فما راح تواجه مشكلة من ناحية استخدام الـ S Pen في ساعات طويلة لم أشعر لفترة بسيطة جدا أنه هناك مشكلة من ناحية بطارية الـ S Pen فشكرا أبو عمر على هذه الاستضافة نشوفكم أخير إن شاء الله مع الله في السلامة مساكم الله بالخير متابعين أبو عمر الآن خليني أطلعكم من جو الستوديو التقليدي وأكلمكم عن قاعدة الدكس من منظوري الآن فكرة قاعدة تعطيه خصائص إضافية مع الجوال شيء ما هو بجديد سامسونج طرحتها بشكل مستقل مع الجيل الأول من الدكس وأيضا مع الجيل الثاني دمج نفس تقنيات الدكس بالجوال الجديد للنوت 9 فكرة ذكية لا أحتاج أشتري قاعدة لا أحتاج أكسسوارات إضافية وكل اللي أحتاجه واقعيا كابل USB Type C إلى HDMI بنفس الخصائص التي تدعم قاعدة الدكس على الجوال فبالحين هذا الشيء ليس كل الناس تحتاجه قلة من الناس الذين يحتاجون هذه القاعدة بشكل فعلي وقلة من الناس الذين سيستفيدون منها وهذا الشيء الذي أتوقع ثبت لسامسونج من الجيل الأول والجيل الثاني من هذه القواعد الجيل الثالث يجعله قاعدة مضافة مدمجة في نفس الجوال الذي يحتاجه هيستخدمها والذين لا يحتاجها لا يستخدمها هل أراها مفيدة؟ صدقا نعم ولكن في حالات خاصة ومع ناس محددين حقهم الأعمال الذي يحب إيميلاته تكون معاه مثلاً أنا موجود هنا في غابة فجوالي كفيل في أني ألاقي معلوماتي ولكن عندما أرجع للفندق قاعدة الدكسيل شيء الأمثل بالنسبة لي لحصول على واجهة كمبيوتر ليس كل الناس سيستفيدون منها أرجع وأذكر ولكن استفادتي منها من يوم ما أشبكها على الشاشة استفادة جيدة جداً فتعدد المهام انتقل لمرحلة جديدة وكلنا عارفين الذين يستخدموا كمبيوترات بشكل كبير بالذات مع الإيميلات والبروبوزالات والعروض والأشياء هذه كلها يرتاح أكثر من شاشة الجوال هل تتحدث عن شاشة كبيرة في التلفزيون أو الشاشة نفسها كيف تضبط؟ أو نستطيع أن نقول على جهة عرض كبيرة هذه جهة العرض ستمكنك من تأدية أشياء كثيرة هنا نفس النوت عندما يتعدد فيه المهام وتتعدد فيه نفس التقنيات هذا الشيء أنا كمستخدم سأستفيد منه وأشياء صغيرة ستكون موجهة لفئات محددة من الناس يعني معلش من منكم يستخدم التجميل الذي موجود لتكبير العيون في العالم العربي هذه الخاصية موجودة في الكاميرات تحت الشركات للكاميرا الأمامية وليس سيستفيد من الناس في الشرق الأوسط قد ما سيستفيد من الناس في آسيا يعني أساس عيون كبير 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 مثل الانميشن أعود إلى موضوع ديكس ليس سيشوفه رائق إضافة رائقة أحسن تخطيط سامسونج أفضل لما دمجوها لأن صدقا الجيل الأول الجيل الثاني فئة أقل أيضا من الناس اللي سيستفيدوا منها أما الجيل الثالث سيستفيد منها أكثر وحركة أعطيكم بها رائقة تفعلها مع نفس الديكس إذا أنت تستخدم النوت 9 وشبكت نفس القاعدة على شاشة تستطيع أن تجعل عرض الباور بوينتك يظهر على الشاشة وعلى جوالك ملاحظات العرض التي تقوم بها نعود إلى أبو عمر نعود إلى هذه الغابات سأخبرني شيء مفترس الكاميرا في النوت 9 تغيرتها عن النوت 8 سنرى هذه الأشياء في S9 بلس ولكن نقارن النوت 9 بالإصدار الذي قبله هناك شيء أريد أن أوضحها للناس اللي تركز دائما على الكاميرا كم ميجابيكسل جيت قلت لحد إن النوت 9 12 ميجابيكسل بينما فيه كاميرات تانية 20 ميجابيكسل هيقولك إيه؟ 12 ميجابيكسل بس؟ الهدف من الميجابيكسل الكتير أساسي أن أنت لو بتصور صور وبتقصها بعد ما بتصورها يبقى عندك شوات تفاصيل حتى بعد ما تقص الصورة بالإضافة للناس اللي بتطبع الصور ديت بتبقى محتاجة ميجابيكسل زالية مزور نشان فيه حد بيصور صور بتليفونه ويطبعها فعشان كده الموضوع ده مش مهم بالنسبة للناس كتير ولكن في أهمية إنهم يخلوا عدد الميجابيكسل أقل من الكاميرات تانية تلاقيها 40 ميجابيكسل و20 ميجابيكسل الميجابيكسل يعني مليون بيكسل تمام؟ فخلينا نتخيل إن الميجابيكسل دي يعني بيكسل واحدة تخيل السنسور الكاميرا بيبقى صغير جدا حاول تحط فيه 12 ميجابيكسل تمام؟ هات نفس حجم السنسور دوت وحط فيه 20 ميجابيكسل هتلاحظ إن حجم البيكسلات صغر لإن عددهم كتر إنت عندك نفس المساحة تحط فيها عدد بيكسلات أكتر فبالتالي حجم البيكسل هيصغر طيب ده هيعمل لي إيه؟ هيخلي أداء الكاميرا في الإضاءات ضعيفة أو حش ليه؟ لأن كلما البيكسل كان حجمه أكبر كلما يستقبل ضوء أكتر فلما تلاقي كاميرا 12 ميجابيكسل أعرف إن أداءها في الإضاءات ضعيفة هيبقى أحسن لو أنت بتصور في أماكن ضلمة الكاميرا هتقدر تستقبل كميات ضوء أكتر من كاميرا عندها 20 أو 40 ميجابيكسل فدي نقطة مهمة جداً أنت مش معنى أن الميجابيكسل كتيرة إن الكاميرا دي 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 بقى ممتازة وإن فيها 20 ميجابيكسل أو 30 ميجابيكسل كل الكلام ده ما بفرقش 12 ميجابيكسل أكتر من كفاية بالنسبة لسنسور كاميرا التليفون بايداً كل التفاصيل دي بالنسبة للمستخدم العادي هو ما يهموش أي حاجة زي كده هو يهموا جودة الصور من الكاميرا دي بتطلع عاملة إزاي بالحقيقة مش محتاج إن أنا أتكلم عليها جودة الصور ممتازة جداً خاصة إن أنت مفعل وضعية الـ HDR الصور بتطلع مشبعة قوي في ناس ممكن تحب دوت وفي ناس لأ ولكن الصور بتطلع شارب جداً التفاصيل فيها ممتازة بالإضافة كمان لفتحة العدسة المتغيرة اللي احنا شفناها في الـ S9 Plus واللي هي إضافة جميلة جداً لسلسلة النوت سامسونج أول شركة تعمل الموضوع دوت أتمنى إن دا يتطور بعد كده في سامسونج أو في غيرها إن يبقى فيه عندنا كذا اختيار أكتر من 2.4 و 1.5 فهو أوبشن ضريف جداً إن هو يكون موجود في كاميرا التليفون عشان يبقى الـ Pro Mode فعلاً ممتاز بتاعهم بالنسبة للكاميرات الأمامية بالراجون أنا مستخدمهاش قوي ولكن السلفي بتاعها ممتاز جداً بيطلع تفاصيل كويسة جداً والصورة تطلع من الكاميرتين ممتازين بس كده هي دي كل حاجة عن الكاميرا التطور الكبير اللي حصل ما بين النوت 8 والنوت 9 في البطارية البطارية اللي كانت موجودة في النوت 8 كانت 3300 ميلي أمبير البطارية تحسنت شوية في الـ S9 Plus ولكنه سلسلة تانية زادت شوية بقت 3500 ميلي أمبير ودلوقتي في النوت 9 بقت 4000 ميلي أمبير ده الترجم لإيه؟ الترجم لأداء أفضل كتير جداً من الـ S9 Plus ومن النوت 8 استخدام أنا الشخصي أنا بحب أن أصور كتير تصوير 4K تصوير بالصور السابتة موصل التليفون بتاعي بمجموعة من الأمور على سبيل المثال الساعة الجير S3 بالإضافة لسماعة Uflex غالبية الوقت وأنا برا البيت بستخدم الـ GPS وبستخدم الانترنت على الـ 4G أداء التليفون معايا في الفترة دي ومع كل الأجهزة اللي متوصلة بيها وتشغيل البلوتوث والـ NFC طول الوقت قاعد معايا 13 ساعة وقت استخدام وست ساعات وعشر دقايق تقريباً سكرين أون الوقت ده أنا مكنتش باخده قبل كده لا في الـ S9 Plus ولا في الـ Note 8 دي كانت أهم أربع أمور حبينا أن احنا نتكلم عنهم في النهاية بحب أشكر سلطان الجحطاني فيصل السيف عمر شريف وحسب لوكوا روابط القرواب بتاعتهم في صندوق الوصف أسفل الفيديو بشكركم ونلتقي في فيديوهات أخرى في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا